موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم وكل متابعين قناة مسليم في كل مكان انا محمد سليم وانت بتتفرج على برنامج لاب تيو من فضلك اشترك في القناة ودوس على زر الجرس علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد ينزل وما تنساش تدعونا بلايك وشير للفيديو عندك علشان يوصل الى اكبر عدد ممكن من المتابعين يلا بينا تعالوا نتكلم عن التخفيف Dilution in chemistry testis هنعرف مع بعض ازاي يخفف لتحليل الكيمياء بس تعالوا اقولك ايه اسباب التخفيف امتى الجأ لي التخفيف رقم واحد ان نشتغل التحليل ولقي الجهاز مطلع لي النتيجة عالية طيب عالية عن حدود linearity يعني هي حدود الكتس او الكيميائيات او المحلول في قياس المادة دي لي حدود عندها يقدر يقيس بدقة عالية اي ارقام فوق الرقم ده يعتبر الدقة هتقل لازم اخفف وما تقلعش كل pamphlet لاي تركيز مادة بتقول انا linearity بتاعتي كذا ولكن glucose linearity بتاعتي 600 triglyceride linearity 500 cholesterol linearity 700 وهكذا تاني سبب من اسباب التخفيف هو وجود اي turbidity او عقارة ممكن تسبب تشتت للضوء اثناء قياس الجهاز او اثناء اخذ الامتصاصات السبب التالت للتخفيف وهو احيانا بنلجأ ليه وهو لما تكون العينات او السامبل بتاعتي قليلة حجمها قليلة ومش هتكفي الاختبار فبضطر اخفف تعالى نيجي للجزء التاني من حلقة النهاردة وهو طيب هخفف بايه من غير لف ودوران هتفتح البامفلت بتاعة المحلول وهتلاقي كاتب انت ممكن تعمل dilution بايه سواء بسالاين اللي هو محلول الملح الفيسيولوجي او بديستالد ووتر مية مؤطرة وان كان الاغلب هيبقى سالاين ولكن في بعض التحاليل مين فعش معنا سالاين الجزء التالت من حلقة النهاردة وهو هخفف ايه هخفف ايه هعمل dilution لايه اولا انا بخفف السامبلز العينات سواء سيروم او بلازمة وبعد ما بخففها بتعامل معها كأنها عينة عادية خالص وبدخلها في التفاعل والناتج اللي بيطلع لي في الاخر بضربه في معامل التخفيف تمام؟ لكن مش بخفف المتفاعلات كلها بمعنى ده عينة المريد سيروم وده المحلول هخفف السيروم وبعد ما بخففه بتعامل معي كأنه هو العينة وبدخله في التفاعل خالص والناتج هضربه في معامل التخفيف ده كلام الصح الكلام الغلط ان انا اشتغل العينة من غير تخفيف وده المحلول ودخل التفاعل مع بعضه وبعد ما التفاعل يخلص ان انا اخففه هو على كده ادخله للجهاز واضرب في معامل التخفيف ده غلط انا هنا مخفف لون مش مخفف تفاعل تعالى بقى اقولك اخفف ازاي اول تخفيف معايا واقل تخفيف معايا هو واحد لواحد يعني حجم من السيروم لحجم من الصلاين وليكن مثلا 50 ميكرو ليتر من السيروم على 50 ميكرو ليتر من الصلاين واعمل لهم ميكس كويس واعتبر ان دي العينة بتاعتي اشتغلها على طول والناتج اللي هيطلع لي اضربه في مجموعهم واحد واحد بقى كام اتنين يعني الناتج هضربه في اتنين التخفيف التاني وهو واحد الى اتنين يعني حجم من السيروم الى حجمين من الصلاين يعني مثلا 50 ميكرو ليتر من السيروم وحط عليهم 100 ميكرو ليتر من الصلاين واعمل لهم مكس كويس واعتبرهم العينة والناتج هضربه في مجموعهم واحد زائد اتنين يساوي تلاتة يعني معامل التخفيف بتاعي تلاتة اكس هضرب في تلاتة وهكذا واحد الى تلاتة يبقى هضرب في اربعة واحد الى اربعة يبقى هضرب في خمسة في تخفيف اعلى شوية واحد الى تسعة يعني هضرب في عشرة واعتقد وبشدة ان انت في تخفيفات الكيميا هتحتاج واحد الواحد واحد الى اتنين واحد الى تلاتة بكتير اوي واحد لتسعة مش هتحتاج اكتر من كده خد بالك كل ما زادت تخفيف وزاد معامل التخفيف كل ما زادت نسبة الخطأ في النتيجة ودقتها هتقل فانت دايما ثق في التخفيف الاقل النقطة قبل الاخيرة عايز اقولك ان التخفيف ده حاجة عادية جدا ممكن تمشي معايا في الاختبارات الاند بوينت او تمشي معايا في اختبارات الكيناتك عادي جدا لان انا بخفف وبتعامل مع المحلول اللى انا خففته ده كأنه عينة عادي خالص والنتيجة في الاخر بضربها في معامل التخفيف فالموضوع صحيح وعلميا 100% اخر حاجة في حلقة النهاردة عايز اتكلم فيها هي موضوع التنصيص يعني تقليل الكميات اولا مفيش حاجة اسمها تنصيص علميا قوي لان الشركة بتصنع لك محلول وبتقول لك البروسيدورز وبتقول لك الكميات اللى انت تحطها على بعض يا الشركة بتبقى عاملة في حسابها ان الكميات دي هي اقل كميات ممكن وتعطيك نتيجة مظبوطة ودقيقة فانت ما ينفعش تقلل عن كده عايزك تاخد بالك انت لو اضطريت للتنصيص فانت لازم تنصص كل المتفاعلات هتنصص يبقى تنصص السيرم او البلازمة وتنصص معهم المحليل لكن ما ينفعش تنصص المحليل بس وتسيب السيرم او البلازمة او تنصص السيرم او البلازمة وتسيب المحلول يعني لو هتنصص يبقى تنصص كل المتفاعلات بنفس النسبة طيب الزمله بتلجأ للتنصيص في ايه السبب الاولاني انه ممكن تكون العينات او السيرم او البلازمة معا الحجم بتاعها قليل السبب التاني ممكن يكون عايز يوفر في الكت اخر حاجة في حالة النظر في التنصيص انا بيحكمني في الموضوع شوية حجم الفلوسل وهتاخد قد ايه ولما تعمل ساكشن وتسحب في قد ايه لسه في التيوب وهل نزل في الفلوسل ولا لسه متحطش نفسك في مأزق في موضوع التنصيص ده واشتغل زي ما البنفلت بتقول وريح نفسك دي حلقة النهاردة حلقة بسيطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى